على وقع وباء كورونا، تتحرق الدول العظمى للفوز بسباق لقاح فعال ينهي الكابوس. لا خوف من التعاون، بل الخوف هو من عمل كل دولة على حدة بحسب صحيفة نيويورك تايمز. صراع الأمصال قد ينجم عنه تفضيل الدولة الفائزة لسكانها في الشفاء قبل غيرهم في الدول الأخرى المريضة. كما يرجح أن تكون لها اليد العليا في التعامل مع تدعيات أزمة كورونا الاقتصادية والجيوستراتيجية في مراحل لاحقة بحسب الصحيفة. سباق على الأوسمة العلمية وبراءة الاختراع، ومن خلفه مغريات العائدات المادية. الصين، نقطة انطلاق الفيروس إلى العالم، كرست ألف عالم للمنافسة معسكرة القضية. أكاديمية العلوم الطبية العسكرية بدأت بتجنيد متطوعين للتجارب السريرية، وأعلنت عن تقدم كبير ووصل إليه علماء شنجهاي. الولايات المتحدة فعلت أدوات منافسة أوسع بدغوط دخلية وخارجية. اجتماعات مكثفة للرئيس ترامب مع شركات الأدوية لضمان إنتاج لقاح كورونا على الأراضي الأمريكية والسيطرة على إمداداته. ومن جهة أخرى، يمارس ضغوطاً على الشركة الألمانية كيورفاك للتكنولوجيا الحيوية للحصول على حقوق حصرية للقاح تعمل عليه منذ أسابيع. دخول أمريكا على الخط الأوروبي دفع المفوضية الأوروبية إلى رفع سقف الدعم للشركة لإبقائها في الفلك الوطني. المفوضية قدمت 85 مليون دولار لكيورفاك الحاصلة بالأساس على تمويل اتحاد اللقاحات الأوروبي. في الوقت نفسه، تقول نيويورك تايمز أن الشركة صينية عرضت أكثر من 133 مليون دولار على شركة بايون تيك منافسة كيورفاك على المستوى المحلي. حنين الشولي العربية ترجمة نانسي قنقر